في يونيو حزيران الماضي وقع هجوم إلكتروني كان الأكثر تكلفة في التاريخ الهجوم شمل أجهزة في شركات وجهات حكومية وغير حكومية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والقارة الأمريكية الجنوبية اليوم اتهمت بريطانيا والبيت الأبيض جهات في روسيا بالمسؤولية عنه وقالت واشنطن أنها ستكون تداعيات على موسكو وتبعات قانونية بشأنها الاتهامات سبق ووجهته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في نوفمبر الماضي هذه القضية تأتي في سياق اتهامات من أجهزة المخابرات الأمريكية المختلفة التي أكدت أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي أوصلت دونالد ترامب للبيت الأبيض وفي سياق اتهامات متواترة بأن الروس سيعملون على التدخل في انتخابات التجديد النصفية المقبلة في الولايات المتحدة اللافت أيضا أن هذه الاتهامات تأتي مع إعلان الادعاء العام الأمريكي قبل قليل عن إدانته 13 مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعمليات سياسية في الولايات المتحدة والقارات الحرب الافتراضية بين واشنطن وموسكو تأخذ بعدا آخر البيت الأبيض تهم رسميا روسيا بشن هجوم إلكتروني في يونيو الماضي وصفه بالأكبر في التاريخ تسبب ذلك الهجوم في خسائر طالت أوروبا وآسيا والأمريكيتين ووصف بيان البيت الأبيض الفعل الروسي بالطائش والعشوائي لكن الاتهام الأمريكي لروسيا وصل حتى تهديدها بعواقب دولية على فعلتها تلك موسكو نفت التهمة واعتبرت الأمر فصلا جديدا في الحرب التي تشنها بعض الدول الغربية عليها هاجس التدخلات الروسية في الشؤون الأمريكية يسكن العاصمة واشنطن فقبل أيام تحدث قادة أمنيون في جلسة الاستماع السنوية أمام لجنة الاستخبارات البرلمانية عن خطر الهجمات الإلكترونية الروسية خطر سلطت الأضواء عليه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وفي آخر تطوراته تحدثت مصادر عن صفقة بين المستشار السابق لحملة ترامب والمحاقق الخاص روبرت مولر للتعاون في التحقيق بتدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية ويجمع مسؤول الأجهزة الأمنية الأمريكية على مساعي روسيا للتدخل في انتخابات التجديد النصفي المقبلة ويقول هؤلاء إن الهجمات الإلكترونية تعد بوضوح التهديد الأصعب الذي تواجهه الولايات المتحدة راهنا نرحب بضيفينا من واشنطن الباحث في مؤسسة هيريتج دانيال كوتشيس ومن موسكو الباحث السياسي دكتور علي أو سليم علي أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ من سيد دانيال من واشنطن حقيقة البيت الأبيض اليوم يتهم موسكو بشن هجوم إلكتروني هو الأكبر من نوعه عبر التاريخ وشملت خسائره كل من أوروبا وآسيا والقارتين الأمريكية الشمالية والجنوبية ما الأدلة الأمريكية على هذه الاتهامات برأيك؟ أعتقد بأنه ما رأيناه بالهجوم الذي كلف حوالي مليار ومئتي مليون دولار طبعا هذا كان يستهدف أوكرانيا في المقام الأول وكان قبل يوم من احتفال أوكرانيا بدستورها عيد ميلاد دستورها وتلك الهجمات طبعا انتقلت إلى مثلا دانيس ميركس التي تقوم بأعمال في أوكرانيا وأعتقد بأنها كانت رسالة قوية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة ولذلك قالت إنها روسيا واتهمت روسيا بالوقوف وراء هذه الهجمات لندن وطبعا وواشط قالت إن روسيا تقف وراء هذا وهي رسالة جادة وهما يأخذان هذا على محمل الجد سواء كانت على أوكرانيا أو غيرها سيد سليم دكتور سليم كيف ترد موسكو على هذه الاتهامات؟ البيت الأبيض يقول أن الأنشطة الإلكترونية الخبيثة سببت خسائر في عام 2016 للولايات المتحدة الأمريكية وحدها خسائر بين 57 مليار دولار و109 مليار دولار كيف ترد موسكو على هذه الاتهامات الأمريكية؟ مساء الخير بالطبع الاتهامات الأمريكية كما قال ضيفك الآن من واشنطن إنها مجرد أقوال وليست هناك أدلة والأقوال تأتي بعد أن رأينا أن هناك ميزانية دفاع أمريكية خصصة إلى مبلغ 6.5 مليار دولار لمواجهة روسيا ومواجهة النشاطات أعتقد كل هذه الهجمات هي لتبرير فائد وتبرير هذه الميزانية الدفاعية الضخمة التي تحاول أن تقرها الإدارة الأمريكية ومحاولة خلق عدو للولايات المتحدة الأمريكية ولتبرير هذه النفقات الأدلة كما نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية قد جربت الكثير من الأسلحة الافتراضية ضد الدول الأخرى وأيضا روسيا تعرضت لهذه الهجمات وتعرضت مؤسسات مهمة جدا وتعرضت البنوغ الروسية وتعرضت محطات التحكم بالطاقة في مناطق كثيرة وكثير من المؤسسات الكبرى في روسيا تعرضت لهجمات والجميع يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية قد جربت هذه الأسلحة الافتراضية من أجل الحرب المستقبلية بالطبع كل الدول تجرب على بعضها وتحاول أن تدافع عن بعضها البعض ولكن نرى أن هناك محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لتبرير أمام الناخب الأمريكي الذي بالطبع يعني إدارة الأمريكية وهذه الأعلانات تسيء إلى هذا الناخب الأمريكي الذي بكل بساطة مجموعة من الحسابات في الفيسبوك تغير وتؤثر على دورة عزمة وديمقراطية عريقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية دكتور سليم اسمحني هنا في هذه النقطة وتغير وتنتخب وتؤثر بالانتخابات حينما تقول بأن كل الدول تجرب هذه الأسلحة الافتراضية هل نفهم بأن موسك لا تنفي قيامها بمثل تجارب هذه الهجمات على الدول الأخرى وخصوصا على الولايات المتحدة الأمريكية أنا لا أقول أنها تنفي أو عادل تنفي نحن نعلم ومن خلال التحليل أن السلاح الإلكتروني والأسلحة الافتراضية هو جزء من الأسلحة التي الآن تستعمل ضد الدول الأخرى يعني بكل بساطة الآن الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت بمهاجمة يوغسلابيا استعملت أنواع من الأسلحة لضرب تمويل وشبكات الطاقة الكهربائية ونحن نعلم الآن أهمية الإنترنت في العالمنا الحالي وأهمية هذا الدفاع والأمن ما يسمى الإلكتروني ونعلم أن الناحية الإلكترونية ومن خلالها ممكن تسيطر وتدمر وتشل الاقتصادات جميع الدول تحاول من خلال هذه من خلال تجريب أسلحة مختلفة بالطبع أن تقوم بمحاولة تجريب والدفاع عن نفسها وأن تقوم بهجمات ضد العدو المفترض من أجل الدفاع عن نفسها بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية ونحن نذكر سنودن الذي انشقه وفضح مدى البرنامج الأمريكي لتجسس على العالم وتدخل بكل شيء بالعالم وهذا الوضع الآن بالدرجة أولى يدين الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة أولى التي هي قد فتحت هذا الباب وهي التي بدأت بهذه الحرب ضد الآخرين من الطبع القوى الأخرى والتي تحاول أن تدافع عن نفسها عليها أن تبدأ بالتحضير لهذه الحرب وتجريب مختلف الأسلحة من أجل الدفاع عن نفسها سيد دانيال كما تبعت الدكتور سليم يقول لك أن روسيا أيضا تعرضت لهجمات من الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تتجسس على الدول الأخرى تشن هذه الحرب الافتراضية وهي من بدأتها إلى أي حد هنا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مدانة ومنخرطة في هذه الحرب بشكل كبير وهي من بدأتها أصلا على الدول الأخرى أعتقد بأنه من المهمة جدا أن نقول بأنه ليس هناك أدلة بأن روسيا وراء هذه الهجمات طبعا هناك نظام الفولايات المتحدة مثلا هناك الأخبار بشأن الثلاثة عشر الذين تم اتهامهم يجب أن تكون هناك أدلة حتى توجه اتهامات من قبل هيئة محلفين وليس مثل روسيا أعتقد بأن هذا شيء يجب أن نتذكره في الولايات المتحدة لقد رأينا أيضا طبعا علامات كثيرة عن التخطيط للهجمات من الروس في أوكرانيا وتلك الهجمات حدثت أثناء ساعات العمل من سيترس في سان بيترسبورغ في موسكو وأيضا أثناء العطلات الروسية أعتقد بأنها فقط قصص يمكن أن تنظر أيضا إلى الدول الأوروبية هناك العديد من الدول الأوروبية فكل وحدة منها في وكلتها الأمنية وفي تقاريرها تقول بأن هناك هجمات تشنها روسيا مثلا هجوم البوندستاك الذي ضد البرلمان الألماني وخاصة السيديو الحزب الحاكم هناك وأيضا هجوم على وزارة الدفاع الفرنسية وهناك هجمات عن طريق الإيمال ضد الرئيس ماكرون أثناء الحملة الانتخابية وهجمات ضد أيضا وزارة الدفاع الدنماركية وأيضا ضد الانتخابات الهولندية هناك كثير من الاستخبارات الغربية تقول إن لدينا أدلة دامغة بأن روسيا تستهدف طريقة حياتنا وتستهدف حكوماتنا وتستهدف انتخاباتنا إذن فكرة بأن هذا مختلق من الولايات المتحدة أعتقد بأنه غير صحيح تماما من المهمة جدا أن أتذكر بأن هناك أدلة بأن روسيا وراء هذه الهجمات ومن بينها الهجمات ضد أوكرانيا وأظن أيضا أنني أضيف هنا بأن هذه الهجمات لا تستهدف فقط مثلا مؤسسات انتخابية وحكومات وغيرها إن أيضا مؤسسات موجودة مثلا في 2015 في ديسمبر وأيضا في 2016 مثلا هاجموا شبكة الطاقة في أوكرانيا والعديد منهم عانوا في البرد وأيضا المطارات في السويد وأيضا شبكات التوزيع مثل إسطونيا ولطفيا والإتوانيا إذن فكرة بأن هذا حادث معزول أعتقد بأن هذا يشير إلى أن روسيا تقوم بهذا بشكل منظم لتخدم مصالحها فقط وأعتقد بأنها طريقة رخيصة لفعل الحرب لم تجبني عن السؤال سيد دانييل بخصوص الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية التي هي بدأت هذه الحرب كما يقول ضيفي من موسكو لماذا تلوم واشنطن موسكو وهي من بدأت هذه الحرب أعتقد بأن تطور السلاح السيبراني قد امتد لعدة سنة وليس هناك دليل بأن الولايات المتحدة الآن مثلا تستهدف روسيا وبالعكس فإن العديد من الأسلحة السيبرانية استعملت ضد الشعب الروسي وهناك هجمات ضد الانتخابات هنا في الولايات المتحدة حدثت لا أعتقد بأن هناك أدلة نفسها وحينما تنظر مثلا إلى أطراف ثالثة الدول الأخرى ليس هناك أي استخبارات تقول إن الولايات المتحدة تستهدفهم أو تهددهم أو تستهدف روسيا إنهم يقولون إن روسيا هي التهديد وهي تستهدف الديمقراطيات الغربية وتقوضهم وتحاول أن تسقطهم وتفقد الثقة في أنظمتهم لأن طبعا روسيا تمتلك ديمقراطية مزيفة دكتور سليم إلى أين تمضي هذه الحرب السيبرانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين موسكو وأين تكمن الخطورة برأيك بالطبع كل الكلام وقد أكد ضيفك أنه لا توجد أدلة أن روسيا فقط هو عبارة عن مجرد تصريحات من مجموعة من الدول من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الذين هم تابعون للولايات المتحدة الأمريكية وتمتلك سيطرة كبرى على مراكز صناع القرار في العالم الغربي في منظومة الناتو والإجهزة استخبارات الغربية هي أجهزة نعرف أنها تتعاون وتحت سيطرة الإجهزة استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية وهي الكثير من الأدلة الآن هناك تحشيد أمريكي من أجل شيطانة روسيا وإثبات أنها لتبرير المزيد من التدخل الأمريكي والفرض المزيد من نفقات الدفاع والتسليح على الدول الغربية من أجل تبرير ذلك ومن أجل نشر المزيد من الأسلحة وفرض مجموعة من القوانين على هذه الدول من أجل مقاومة روسيا عندما تتكلم أن هناك كل الأدلة كل ما ذكره ضيفك أنه هو أوكراينا 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 طبعا نعلم أن أوكراينا هي جزء من الحرب ضد روسيا وهما المفتعل عليها بالطبع نحن نرى أن نفتح المجال إلى حرب غير مسبوقة الهجمات الإلكترونية والسيبرانية ممكن أن تتم من خلال مجموعة من ما يسمى من الخاكري مجموعة من الهوات مجموعة من الموجودين في مناطق مختلفة من العالم وليس فقط من روسيا ولا بمساعدة مؤسسات حكومية هذا سوف يؤدي إلى مزيد من الفوضى في العالم ومزيد من الحروب وهذا سوف يؤدي إلى مزيد من الدمار والأسف الشديد الولايات التحدة الأمريكية تسمح وتحاول أن تخرج كما يقال الجنة من القمع وهذا سوف يؤدي إلى مزيد من الحروب الافتراضية والمدمرة للكرة كما تعلم أنه للدعاء الأمريكي قبل قليل دكتور سليم وجه اتهامات لثلاثة عشر مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والعمليات السياسية في البلاد يعني برأيك هل على يمكن أن نتوقع ربما عقوبات دولية ما وخيمة على روسيا بهذا الصدد وربما تشنها الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا الولايات المتحدة الروسية ليست بلد صغير ولا بلد هامشي من أجل معاقبته بكل بساطة عندما تعاقب الولايات المتحدة الأمريكية روسيا هي تعاقب بالدرجة الأولى تعاقب نفسها لأن الآن العالم قد تحول إلى قرية كبرى متصلة ببعضها البعض لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول أن تتدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية والتي هي في الثامن من شهر آزار مارس المقبل ومن خلال هذه العقوبات ومن خلال هذه الاتهامات هي محاولة فاضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية وفي الشؤون الداخلية لا يمكن الآن أن تبدأ الولايات المتحدة تقول أن هذه الديمقراطية مزيفة وغير مزيفة الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تمنح أن تمنح أي إنسان وأي رئيس أن تمنحه الشرعية أو تسحب منه الشرعية. الولايات الوحيدة هناك كثير من ما يقال عن الديمقراطية الأمريكية. هناك كثير من المشاكل في الداخلية الأمريكية. وتحاول أن تبرر كل أزماتها الاقتصادية وأزماتها الاجتماعية الداخلية التي نراها الآن. من خلال تبرير وجود عدو خارجي. من أجل تبرير مزيد من ميزانيات التسليح وميزانيات الحرب. هناك رقم كبير قد في ميزانيات البنتاجون الأمريكية. مخصصة للحروب. هذا كلام كبير جدا. أنه عندما تتعرض. وما كان نعلم أي النظام الإمبريالي العالمي. وكما رأينا من أيام هتلر. عندما تعرضت إلى أزمة اقتصادية تقوم بشن حروب. وتقوم بخلق مزيد من الأعداء. واختراع هذه المعداء. وتهاجم من أجل تدميرهم. ومن أجل فرض عليه تدمير. وسرقة مقدراتهم. واحتلالها والسيطرة عليها. دعنا نسمع رأي سيد دانييل في مسألة العقوبات. واشنطن اليوم هددت موسكو بعواقب دولية وخيمة نتاج هذه الحرب الإلكترونية. ما طبيعة الرد الأمريكي المتوقع هنا؟ أعتقد بأنه من المهم أن أرد على الهجوم السايبراني. نحن نسمعه طبعا من صديقي هناك في روسيا. بأن هذه حملة دعائية روسية. تقولون بأن طبعا انتخاباتكم مزيفة كما نحن. وهناك هجوم على انتخاباتنا كما تم هجوم عليكم. إذن بأن ننزل مثلا إلى نفس المستوى. نعم الانتخابات تقولون بأننا مثلا انتخاباتكم نزيهة هناك في روسيا. ولكن لا نسمح بأن يكون هناك منافس قوي لبوتن. ولكن دعونا نذكر بأن روسيا غازت العديد من الدول. بوكرانيا وجورجيا. ولا تزال تحتل الكثير من الأجزاء هناك. وليس الولايات المتحدة. إنها روسيا المغامرة التي تخلق الأزمات من خلال عدوانها. ضد الولايات المتحدة وضد أوروبا. وأعتقد بأن فيما يخص الشأن سايبراني. أعتقد أن الجزء الأول هو بأن نذكر من هو المتهم ونبين الأدلة. أعتقد أن هذا ظهر من الاتهام الذي حدث اليوم. يجب أن تكون هناك طبعا اتهامات. والتصريحات التي أتت بشأن الروس بأنهم كانوا وراء الهجمات في أوكرانيا. علينا أن نعلنها على الملأ. هذه النقطة واضحة سيد دانيال كوتشيس الباحث في مؤسسة تيري تيج. أشكرك لذيق الوقت. شكرا جزيلا لك لحضورك معنا. أشكر أيضا دكتور سليم علي. الباحث السياسي حددتنا من موسكو. شكرا جزيلا لك. ترجمة نانسي قنقر